نعقدت النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سوتي الروسية في عام 2019 وشهدت القمة الروسية الأفريقية الأولى لاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار من أجل تنسيق تطوير العلاقات بين الجانبين وإنشاء منتدى شراكة روسيا أفريقيا تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية جاءت النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية التي عقدت بمدينة سوتي الروسية عام 2019 قمة تعد حدثا رئيسيا في العلاقات الروسية الأفريقية وتهدف إلى تحقيق مسوى جديد ونوعي للشراكة بين الدول الأفريقية وروسيا فضلا عن تعزيز التعاون الشامل بين الطرفين في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وشهدت القمة الروسية الأفريقية الأولى لاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار من أجل تنسيق تطوير العلاقات بين الجانبين وإنشاء منتدى شراكة روسيا أفريقيا وأطلقت القمة الروسية الأفريقية مرحلة جديدة من العلاقات بين روسيا والقرة الأفريقية أصفرت عن توقيع عقود كبرى واتفاقات تؤسس لتطوير شراكات استراتيجية بين الطرفين وعكس البيان الختامي للنسخة الأولى للقمة اتفاقات تضع خريطة طريق لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التقليدية للتعاون وزيادة حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا إلى 40 مليار دولار الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية التوافقات التي تضمنها البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية الأولى ووصف نتائج الاجتماعات بأنها تضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات حيث عكست مخرجات القمة الأولى لاتفاق في مواقف الطرفين على الملفات السياسية والمبادئ الأساسية التي ينطلقان منها وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل الصراعات بالطرق السلمية الأهمية السياسية للقمة الروسية الأفريقية ازدادت بشكل كبير كونها بحثت ملفات التنسيق وأفاق تطوير التعاون مع روسيا لكن الأبرز أنها شهدت عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف برزت فيها أهم الأزمات التي تشغل بال القارة السمراء من مشكلة مكافحة الإرهاب إلى الأزمات والحروب وتعول القارة الأفريقية على تعزيز التعاون التاريخي مع روسيا وخصوصاً في مجالات تطوير البناء التحتية التي تعد من أبرز أولويات القارة ومضاعفة الشركات الروسية استثماراتها في القارة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر